اشتركوا في القناة تحدثنا في قصة مريم عليه السلام في سورة مريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم تحدثنا في واذكر في الكتاب مريم تحدثنا في ممكن ايش ممكن يكون معنى يسمى مريم تحدثنا في هذا الجو اذا انتبذت تحدثنا في معنى الانتباذ اذا انتبذت من اهلها طب ليش من اهلها مكانا شرقيا شو ممكن يكون احتمالات شرقي اذا بدنا نفهم فاتخذت من دونهم حجابة من دون اهلها حجاب وكنا متحدثين في معنى حجاب فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية اذا من هون فارسلنا اليها وبعدين قلنا شو احتمال ليش تكون هي يعني اتخذت حجاب ووافقنا على بعض اقتراحات المفسرين انه في احتمال انها كانت بدها تغتسل واذا كانت بدها تغتسل من الحيضة زي اي امرأة والغريب والغريب انه في قلة من المفسرين قلة قلة من المفسرين قال يعني انه مريم بتحضش مطهرة شو لشو الفطرة السوية للمرأة السوية بتحض ولا بتحضش وين الاشكال طب اذا هل من ضمن معاني يا مريم ان الله اصطفاكي وطهركي يعني من الحيض بتيجدوا كلام بس هذا كلام الو الو وزنه عند المفسرين لا مالوش وزنه عند اهل التفسير اذا هي ممكن تكون بدها تغتسل من الحيضة واذا بتذكروا كنا بس الان بدناش نركز كنا كنا قبل الولادة راحة اه قبل الولادة تغتسل من الحيضة معناها بعده الحيضة الحيضة يحج 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 بلشت بلشت ايوه هذا عند النساء مش اشي يعني حدي ممكن بعد الخيطة ما تخلص بتكون البيضة طلعت او تتاخر يومين اذا بتكون المهم بداية التبيض والبيضة يعني جاهزة تنضج في المبيض وبتخرج تخرج مش مضبوط ايوه بتختلف ان امرأة لا امرأة انما هذا هو البدايات وكون وكنا اقترحنا وهذا موجود في كتاب سياحة الفكر انه ممكن يكون معنى المسيح الممسوح فعيل بمعنى مفعول كيف القتل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح ومسيح بمعنى ممسوح واقترحنا في حينه انه ممكن يكون حتى يكون ابن مريم حتى يكون ابن مريم بدون ذكر انه حصل مسح وما امبهن بالضبط ايش المسح اللى ممكن يكون حصل في واحد من XX في بوايدة المرأة أو كيف أنه ممكن يتحول لذكر هذا كلام إحنا متحدثين فيه أنه معناته ممكن خلقه كيف تم عن طريق المسح وهذا أنا أبينه شوية في مقال في كتاب سياحة الفكر سياحة الفكر إذن هو ممسوح إذن هو وبالتالي ابن مريم ابن هاهي فعلا عملية مسح بدون ذكر إذا كان اليوم الناس الاستنساخ صاروا قادرين عليه البشر بدون ذكر بشيك قادرين عليه ويبدو أنه فيه طريقة أركى اللي هي المسح هذا سبك أشرنا له وعطينا شوية تفصيلات في مسألة المسح اللي ممكن يكون حصل لأنه كما قلنا إذا هي بدأت يغتسل ثم هو ملك والعجيب بأنه الناس بيضل عندهم الحساسية سبحان الله يعني كثير مفسرين بيبتعد عن أنه يقولوا أنه النفخ حصل في الفرج مع أنه القرآن نفسه واضح في الموضوع أحصنت فرجها فنفخنا فيه طب فيه بتتناقض مع فيها لا فيها فيها أي لكن أين أين النفخ الطاقة هاي الطاقة اللي بجوز نفخت من أجل أن يكون في عملية ماسح واضح الكرآن بيقول في أرجح ليش إحنا مستحيين ليش هو الملك إلو مشاعر البشر ما هو ملوش مشاعر البشر الملك إحنا مستحيين ليش بشيك أشي عجيب البشر بظلهم حسسين من جهة هذا الأمر جايين 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 يا شيخ جايين إحنا قلنا أنه كان فيه بشرة سابقة وبالتالي ما فيش داعي نخلط بين القسطين ما وردت في ما ورد في سورة آل عمران بينا أنه يختلف عما ورد هون لأنهم كثير مفاسين بخلطه وبتصوروهم قصة واحدة لا ما هيش قصة واحدة قصتين قصة الأولى كان فيها بشرة بشرة إلها وبينا هاي بالتفصيل وهون لا هون تمثل تمثل إذن خليني أوقف شوي هون أغطي شوي بعض أسئلة بعض الناس في موضوع قلنا إنه هي يبدو إنها من نسل هاروم لأنه إم زكريا عفا إم يحيى عليه السلام زوجة زكريا وأنتو بتعرفوا إنه حسب الحديث الصحيح إنه عيسى عليه السلام وعيسى وعيسى ابني إيش الخالة إذن من جهة الأميات وبالتالي طالما إنه في منصوص عندهم عند أهل الكتاب إنه زوجة زكريا عليه السلام كانت من نسل هاروم اللي هي زوجة عمران يعني عفوا أختها زوجة عمران إذن هي إم يحيى عليه السلام من نسل هاروم طب أختها اللي هي زوجة عمران ذاتكم نسل هاروم بنصه في الأنجيل على إنه المسيح من نسل داود المسيح في الأنجيل وسبق قلنا إنه الأنجيل قبل مجمع نيقيا سنة 325 ميلادي كانوا أكثر من مئة إنجيل أكثر من مئة إنجيل واجتمعوا الكساوسة في قصة مشهورة واختاروا أربعة وحرموا الباقي وحرقوا الباقي والتفاصيل هذا بكره في تمام هما هذا واحد فالأنجيل أربعة الموجودة حاليا هما بيقولوا إنه المسيح من نسل داود طيب ممتاز كيف بينولنا أمه واضح إنها من نسل هاروم كيف يعني مريم عليها السلام كيف يعني هو من نسل داود الآن بتستغربوا إنه هما عندهم إنه مريم كانت مخطوبة لواحد اسم يوسف النجار وبقولوا بقولوا ديروا بالكم بقولوا إنه كانوا العادات عندهم بخطب سنة بعدين بتزوج يعني بعدين بدخل بخطب سنة خلاص بتنحسب فكان وقتها إلها خطيبها بسموه رجل مريم هما اسمه يوسف النجار طبعا هذا ممكن يكون على فكرة مخترعة ليش مخترعة مشان قضية تاي إنه هذه العذراء التي جاء العذراء اللي جاءت بولد يعني مشان يبعدوا برضو عنها التهمة تماما ما هو كان لها خطيب على أي حال مش قضية يعني ما فيش داعي روح ذهن لنا لناس أبعد من خلاص في شهادة إنه هي عذراء وعندهم وعندنا هو من طبعا هما بقولوا إنها وجدت حبلة من الروح الكدس وجدت حبلة من الروح الكدس مقبول كيف يعني حبلة من الروح الكدس مش هيك طيب وإنها خطيب يعني محسوب عليه خلاص انتهى إلى درجة إنه هما لما بدهم يذكروا نسب المسيح نسب المسيح بيبدأوا بيوسف النجار طب إيش دخل إيش دخل ويبدو قصة هاي إنه اليوم المرأة لما تتزوج تنتسب لمين لزوجها كأنه هذا أساسها مش هيك لأنه ما نأخذ من الجماعة في عدتنا وتقاليدنا حتى النسوان عندنا اللي بتظلق كلك المرأة ومو المرأة بيقبلين إنه هاي الشغل يقبلوها إنه تنسب لزوجها طب ليش تنسب لزوجها المرأة هاي بيعدوها شيء يعني إهدار لكرامتها لأنها جايتنا من الغرب العادة عشان جايتنا من الغرب فيش اعتراض عليها تمام تنسب لزوجها المهم فهم الناس بين مريم لمين لا يوسف طيب ممتاز وليش بدكم تنسبوا طيب المسيح ليوسف من جهة الأمة هو ينسب للأب الواحد وما فيش أب خلاص يوسف وفي إنجيلين بذكروا هذا النسب اللي هو بيبدأوا من يوسف إنجيل بيسموه متة الإنجيل الأول والإنجيل الثالث اسمه لوقة متة ولوقة الأول يعني أربعة الأول والله الأول فيهن انتبهوا لتدقكم معي الآن طبعا هون لازم تعرفوا إنهم بيعتبروا إنه هذه الكتب معصومة من الخطأ لأنها يعني فيه إشراف رباني في الموضوع طب بنا نشوف الآن إنها معصومة من الخطأ وهدول معصومين من الخطأ اللي بيكاتبين الأنجيل ما هم على فكرة الإنجيل بروايتي متة الإنجيل بروايتي ماركوس الناس بقولوا ماركوس وما ماركوس مش قضية الإنجيل بروايتي لوقة بروايتي يوحن رواياتهم الآن مش موضوعنا هذا بس بدنا نأخذ النسب الآن لأنه فيه ناس قالوا طب ما هو المسيح من نسل داود على أساس إحنا كنا متحدثين لا مش صحيح ما هوش من نسل داود إنما هم من نسبه لا يوسف النجار اللي هو من نسل داود بقولوا هم لا يوسف النجار طيب نيجي لأ متة متة بقول إنه يوسف هذا أبوه اسمه يعكوب لوقة بقول أبوه اسمه هالي بس اتنين إنه سبع فكرة واحد يوسف النجار هو اسم أبوه هذا في متة اسم أبوه يعكوب وفي لوقة شو اسم أبوه هالي ما بدنا نفهم هو أبو هالي ولا أنا بحلها فكرة إذا بدهم كيف مرات الرجل بكون له اسمين بحصل ولا بحصلش صلاح الدين الأيوبي ويوسف بن أيوب بصير ولا بصير ممكن هاي حلنا لهم إياها قولوا هذي خلص أتماش آه جزان الله خير طيب الآن لكن يا محترمين لما بتيجوا بتمسكوا النسبين آه بدي أمسك الآن من آه باتنين في الإنجيلين من يوسف النجار لعند داود عليه السلام 14 اسم كله تمام كله تمام زي بعضه كله تمام زي بعضه 14 اسم من يوسف النجار لداود عليه السلام تمام 14 اسم بعدين لحظه شو بصير عند داود واحد بقول سليمان والثاني بقول ناثان آه ما هو سليمان كان له حسب ما بقوله هم ابن اسم ناثان عفوا داود يعني داود عليه السلام فيه له ابن اسم سليمان وفيه ابن اسم ناثان وفيه ابناء تانين كمان اسمها ثانية هلقت هون عند داود شو بصير في إنجيل من أنجيل سليمان في الإنجيل الثاني شو بصير ناثان خلاص إذن هالي هاي مش باقي غلط مش قضي مش اسم لاثنين هاي هالي لا قضي اسمين لواحد اسمين لواحد لا لأنه بدأنا رحنا واحد في إنجير راح لنسل سليمان وإنجير راح لنسل مين طب لما يوصلوا عند إبراهيم عليه السلام أكم اسم بيكون عند متة بيكون أربعين وعند لوكة بيكون أكتر من خمس وخمسين أكتر من خمس وخمسين يعني فيه فرقية 15-16 اسم بين لوكة وماتة إذن هذه معناته هالي ويعقوب لا لا مش اسم مش اسمين لشخص واحد لأنه في عندنا اختلاف منبدأ من عندنا ثاني ابن داود ولا من عند سليمان ابن داود ومن هون بيبدأ وبتجد واحد فيهم أربعين اسم عنده الثاني أكثر من خمس وخمسين ليش بقول أكثر لأنه فيه في لها شغلين ثم يتناقضوا في بعض النسل واحد منهم مع التورا مع الأهد القديم أو مع الأهد القديم أو التورا إذن هم بيعرفوش إذن هم بيعرفوش إذن وين العصمة هاي وين العصمة وين العصمة اللي بتقولوها بعدين لفت انتباهي بدي تفتح إذنكم لفت انتباهي قضية مهمة في إنجيل لوكة وهو يذكر النسب شو بقول لوكة في كرة متى بوقف عند إبراهيم عليه السلام لوكة بيستمر لآدم متى بوقف عند مين إبراهيم بعطيش بعد إبراهيم عليه السلام لوكة بيستمر بعد إبراهيم بوصل لآدم أنوش ابن شيث ابن آدم هاي بيبدو بمين يوسف ابن هالي يوسف ابن هالي ابن 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 إبراهيم ابن داود بعدين ابن إبراهيم بعدين ابن أنوش ابن شيث شيث أو شيث مش قضية لاحظوا ابن آدم ابن الله موجودة إذن مش المسيح ابن الله هذا آدم دكوكم معاي لأنه أنت بتقولوا أنه ابن ابن يوسف ابن هالي ابن 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 حتى نوصل آدم إيش موجود ابن الله هاها هذا كله كينين على ثكرة اللي بنعرفش أبوه يعني اللي مش أبوه بشري شو بنسبوه لأ الله فآدم هو أصلا ما هو ابن الله يعني شو يعني ابن الله خلق الله يعني ملوش أبو خلص مين بنا ننسبو إحنا ملوش إذن المسألة مش مسألة البنوة المعهد معناته أنتوا Deaf بتحرفوا معنا البنوة وهاي بتقولوا آدم ابن الله إذا آدم ابن الله والمسيح ابن الله إذن كلنا ابن الله وهم بقولوا أصلا في دعائهم أبانا الذي في السماء أبانا هيك بدعوه هذا أشهر دعاء عندهم كلهم بقولوا أبانا إذن معناته مفهوم الإبن والأبوة كيف مفهوم الرب مثلا مرات تطلق على الخالق ومرات تطلق على السيد أو كذا مش هيك الرب ارجع إلى ربك فاسأله ما باله النسوة التي انتبهتوا إذن ابن آدم لحظة ابن أنوش ابن ناشيث ابن آدم ابن الله إذن معناته هاي قضية ابن الله ممكن يكون مرات استخدام وطبعا كيف ترجموها عن اليونانية وشي هي في اليونانية ومن هون بتدخل مصيرة التحريفات في قضية البنوة بنوة محبة ولا بنوة خلق ولا بنوة بيولوجيا مش هيك هذه والغريب أنه يعني انتبعت لها أنا من مدة سنة أو أك تقريبا بس ما حدا بطرقها طيب ما هي موجودة هي موجودة في إنجيل لوقة تمام وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم آه جميل بدي أوقف فيكم شوي بهم مش على محطة هون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم هدول مثلهم زي بعض خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون والعجيب هون في إشي جميل في موضوع العدد بس في طبعا مش أشرح الآن في مفهوم العدد في إشي جميل كيف التماثل بين آدم في العدد القرآني تماثل بين آدم وعيسى مثلا عيسى وارد في القرآن 25 مرة آدم في القرآن 25 مرة تمام وفي القضية الفلانية وفي القضية الفلانية في تفاصيل لطيفة مش هذا موقعه لكن هي معادلة جميلة جدا إذا بشوفوها أنا شارحها شارح جزء منها في اليوتيوب موجود في قضية ثلاث محاضرات حول الإعجاز العددي في القرآن الكريم الإعجاز العددي في القرآن الكريم واحدة منهم فيه شارح هذه إن مثلا عيسى عند الله بيشوفوا التماثل بس اللي بدي ألفت انتباهكم إليه الآن هون أنا سبق ذكرت لكم موضوع الجمل الجمل وأن العرب قبل الإسلام بأكثر من 1600 سنة كانوا بيعطوا كل حرف من حروف الأب جدهوز قيمة عددية قيمة عددية طيب الآن هذا سبق الله خليني هون في الآية هاي فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال لحظوا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أنا رسول وجاي بدي أهبك وفيه طبعا قراءة إنما أنا رسول ربك ليهب لك لأن الواهب الحقيقي مين خصوصا إنه إنه هذا مجرد رسول تمام إذن ليهب لك ليهب لك كراءتين يقرأهم الرسول صلى الله عليه وسلم لحظوا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا هذه الآية في غيرها في القرآن لحظة خلق عيسى عليه السلام جسد وروح في غيرها مفيش وفي عنا في آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب في موضوع خلقه ثم قالوا وهاي اللحظة اللي تم فيها إيش لأهب لك وأهبها إنما أنا رسول ربي لأهب لك الجميل في الموضوع إنه هذه الآية ترتيبها في المصحف من بداية الفاتحة هي الآية 2269 2269 ومن نهاية المصحف ترتيبها 6236 ناقص 2269 تمام هذه الآية ترتيبها من بداية المصحف 2269 ترتيبها طبعا من نهاية المصحف ناقص ناقص 6236 عدد الآيات ناقص 2269 بيطلع ترتيبها من هون وترتيبها من هون شو رأيكم إنه المسيح عليه السلام ذكر في القرآن الكريم بالأسماء التالية ابن مريم ولما ضرب ابن مريم مثلا ابن مريم ومرات المسيح لحالها مرات عيسى لحالها مرات المسيح ابن مريم مرات عيسى ابن مريم والمسيح عيسى ابن مريم الاسم الثلاثي أكم صيغة إذن في القرآن للمسيح جمل هذول زي ما هم مكتبات في المصحف جمل هاي الصيغ 2269 اللي هو ترتيب الآية 2269 فإذن هذه الآية اللي وهب فيها كان ترتيبها في المصحف كم اسماء الغلام الزكي إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية هذه الآية شو ترتيبها في المصحف 2269 وهي جمل الصياغ الستة لإسم المسيح كما هي مذكورة في القرآن طب من آخر المصحف 6236 ناقص 2269 هذا هو جمل شو يعني جمل يعني عوضه مكان كل حرف قيمته الشي اللي بدأ قرأه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكن جمل الآية من نهاية المصحف لا الآية هاي وهو انتقل لكن أصلا وانتقل لكن في هذه الحاجة إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية كن تمام كان طبعا هذه بس تحريض لكم ترجعوا للمحاضرة وتشوفوا التفصيل اللطيف في موضوع العدد العدد القرآني وإن الجمل فعلا موجود له أسرار الجمل موجود له أسرار الجمل اللي اخترعوا العرب ولي كل الأمم أخذته من العرب مش زي ما بعض الناس بتصور إنه ما استورد لا ولذلك لما نزل القرآن كان القرآن كان لغة العرب الجمل هذا من لغة العرب بلسان عربي مبين أصلا طيب المهم مش موضوعنا العدد فتمث طيب الآن هي فيها الوضعية هاي اللي انت عرفتوها فتمثل لها بشرا سويا آه فأرسلنا إليها خلينا قبلها فأرسلنا إليها روحنا انتوا ش لاحظتوا التكريم ما في في عبادنا مش هيك روحنا خلقنا اللي هو مش قضية كله منسوب إلى الله فأرسلنا إليها روحنا مين هو روحنا الأرجح الأرجح في التفسير إنه جبريل طيب ليش جبريل عليه السلام لأنه أصلا ورد مثلا قل نزله روح القدس مش هيك قل نزله روح القدس نزل به الروح الأمين وصف الروح الأمين ووصف الروح القدس تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها وعلى فكرة هون خلينا نوقف مع أنه احنا تحدثنا في الروح طويلا بس على ما يبدو إنه موضوع الروح موضوع الروح اللي سبق وقلنا إنه فيه حياة وفيه روح من مظاهر الحياة النموة تكاثر من مظاهر الحياة النموة تكاثر كيف تعرف إنه هذا الجسد فيه حياة بنموة تكاثر طب كيف تعرف إنه فيه روح إدراك وحركة إرادية إدراك وحركة إرادية مع أنه فيه روح طب والكائنات هاي الخصان والحمار والقطة فيها روح طبعا وإحنا فيه لما بحثنا في أكثر من درس في موضوع الروح فصلنا في هذا المساعد طبعا ولكن يبدو الأرواح نفسها مستويات ودرجات لذلك أرسلنا إليها روحنا تشريف ولذلك هل هو جبريل عليه السلام ولا انتبهوا الآن ولا في من أعظم خلق الله كائن هو هو ذاته الروح هو الروح ممكن يكون هو نفسه جبريل لاحظة ممكن هو نفسه لأنه كثير بذكر الله الملائكة والروح الملائكة والروح وإحنا بنعرف جبريل ملك وبذكر تنزل الملائكة والروح فيها يعني الروح جبريل ولا الروح هذا مخلوق مخلوق أشرف مخلوق الروح والآن نشوف شو ممكن يكون وظيفته يعني عالم الإدراك هذا لأنه قلنا مظاهر الروح إيش أهمها الإدراك تنزل الملائكة والروح هذا اللي هو عالم الإدراك الصافي اللي الله خالقه مخلوق مخلوق تمام يوم يقوم الروح لا بشيك لاحظوا يوم يقوم الروح والملائكة تصفى يقوم الروح والملائكة تصفى جبريل ولا مخلوق هو الروح الروح يعني كاملة روح كله بس روح إحنا مثلا جسد ونفس نفس روح فيها بشيك روح تمام لكن لاحظوا يوم يقوم الروح والملائكة تصفى الروح وخصوصا قلنا من مظاهر وجود الروح إيش الإدراك الإدراك عالم الإدراك وإيش هذا العالم إيش آه يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلة إذن عقلنا يبدو لحد الآن وعلومنا ما بتوصل إحنا يبدو نعرف قضية المادة هاي والمادة قاعدين نبحث فيها وكل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق بنقدر لكن هذا الروح يبدو وهي العلم اليوم متواضع اليوم العلم متواضع لا يستطيع أن أن يعلم ما هو الإدراك حتى الحياة مش عارفة حتى ما هي الحياة سير والإدراك سير الحياة سير والإدراك سير ثاني والروح إذا بتلاحظوا الروح تبث في الأجسام الحية أولا بتكون حية أولا ثم تبث فيها الروح ومين اللي بيحضر الروح ملك فلذلك فأرسلنا إليها روحنا تشريف إذن هذه الروح إيش الأساسية العظيمة هذه الروح فتمثل لها هذا الروح إذن هو خلق فتمثل لها إذن مش فتمثل دقكم معاي مش فتمثل فتمثل لها إذن هي شافته مش هو على الحقيقة صار بشر ممكن ممكن كمان مرة يعني هي رأت مثال البشر طب هو خرج من الروح هذا خرج من كينونته إلى الكينونة البشرية الآية بتقولش هيك لو قال تمثل بشرا سويا أو تجسد بشرا سويا لا فتمثل لها إذن هي طب كيف بيخليها كيف بيخليها تشوفوا بشر سوي الروح لاحظوا لاحظوا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي إذن معناته على فكرة هذا الروح الخلق هذا من النسمة اللي فيكم من من يعني الله خالقه الروح وهذا بيعطي بيعطي من لأهب لك ليهب لك لأنه المسألة منه ليش لأنه هايو ونفخت فيه من من منين النفخ بدكون روح روح ونفخت فيه من روحي فأرسلنا إليها روحانة إذن إذن هي منه هذا الروح اللي نحن مش فاهمينها من من الخلق الأعظم اللي هو إيه الروح قد يكون جبريل أو غيره أو غيره دير باتنا خلق الروح هذا عالم الإدراك عالم الإدراك منه يرسلهو منه وأما أنتو أنتو كنه كنه الملائكة بتأخذ منه وبتيجي بتنفخ لأنه يرسل الملك بشيك الملك بيجي بينفخ منين جايبها الملك جايبها من الروح جايبها من الروح انتبهتوا كيف أيوا إذن هو شيء من مخلوقات الله ويبدو أنه تتجلى فيه لأنه لحظوا أعظم شيء هو أصلا انتو شو ميزدكم أصلا ميزدكم الإدراك انتو كبشر شو ميزدكم الإدراك حتى باقي الكائنات الحية ميزدها وترتيبها حسب إدراكها هذا عالم الإدراك والعلم والتفاصيل هاي كلها اللي الله خالق هذا القينونة اللي احنا مندريه احنا منعرف المادة منعرف المادة ما هذه لا نعرفها حتى لحد الآن وإحنا متأكدين من وجود الروح ما منعرف شيء ما منعرف شيء ولذلك وصف بعض الناس إنها جسم نوراني وروحاني وكذا كلام شو جسم شو جسم هذه جسم في عالم المادة هذا مش مادة هذا خلق بس مش مادة انتو متعودين على أنه في خلق مادة أما ذاك خلق آخر وهو عالم الإدراك والمادة اليوم احنا منقيسها وتفاصيل ومنجري عليها أبحاث وكذا أما الروح انسى انسى مندريش هذا اللي بحكي معكم مين اللي بحكي معكم مين مش عارفين طب متأكديني اني بحكي معكم آه بس مين ما منعرفش منعرفش شو هو هذا تمام طيب انتبعتوا إذن فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فأرسلنا إليها روحنا إذن منه منه إذن إله دوره يعني هذا الخلق أعطيهم منه بيجي بعطينا أعطى آدم مما أعطاه الله ثم كل ما بواحد فيكم بدون بنولد قبل ما ينولد في مرحلة معينة حسب الإحاديث الصحيحة بيأتي الملك معاه هذه الروح اللي منه اللي منه تأخذ منه منه فأرسلنا إليها روحنا فتمثل إذن جاي يعطيها هو بتو يعطيها منه منه بعمل رباني يعطيها منه روحنا هاي تشريف على فكرة تشريف لأن الأرواح قلنا إيش مراتب الأرواح مراتب تمام وحتى أنتوا على فكرة حتى أنتوا بعد ما الله يخلقكم وتتربوا على الإسلام والتفاصيل بتصير عالم النفوس عندكم عالم راقي وفي ناس بتدلوا وبصيروا شياطين إذن المسألة فيها ها بس منتفيش الإدراك بيظلوا إدراك إدراك وتفاصيل ها لكن في النهاية بتخرج هذه الروح بتخرج بصفة نفس خبيثة ولا طهرة تفاصيل تفاصيل مجهول فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها مش فتمثل لها إذن هي شو شفته بشرا سويا لأن يجي بشر لأن يجي بشر بشر فيه مسألتين مسألة الظهور الظهور ثم الجمال الحسن والجمال إذن ليش سمي البشر بشر هل كنت هذه بشرة ولا مش بشرة لأنها هي الظاهرة من الجسد البشرة بشرة لأنها ظاهرة من الجسد ولما تستبشروا هيك وتضحكوا وتنبسطوا هذا نوع من الجمال تمام إذن البشر بشرة فيها المعنين هذول الظهور ثم الجمال والحسن والجمال هذول قضيتين إذن ليش مسميين إحنا بشر لأن بين الكائنات كلها مين اللي ظاهر شأنه وشكله جميل نحن البشر بشيك ولذلك شو قال فتمثل لها بشرا إذن معناته في صورة جميلة جدا ظاهر ظهر لها شوفوا تمثل وظهر في صورة جميلة ما قلش ظهرها تمثلا لها إنسان لأنه الآن بده يتكلم عن صورته شو معناه تسوي أصلا سوي يعني تام الخلق كبشر تام شو معناه تسوي تام الخلق كبشر تام ولما وصف بشر لأنه كل البشر فيه معناه ظهور مع حسن وجمال ظهور مع حسن وجمال هذا البشر وذلك الكرآن مرات تجد بقول بشر معناته شوف السياق السياق إنه علاقة بالظهور إنه علاقة بالجمال الحسن ومرات بقول إنسان يا أيها الإنسان لما بخاطبوا إنسان إيش عن إنسان طب نيجي لإنسان ومرات بقول ناس نشوف شوفنا بشر يعني شوفناكم قصدي طب نشوف إنسان إنسان من الأنس من الأنس إيش الأنس هذا المخلوق الله خالقه اجتماعي يعنس بعض إلى بعض مش وحشة يعني ضد الوحشة الأنس ضد الوحشة تمام أو نقيد نقول نقيد الوحشة الأنس ولذلك الإنسان بقول عنه كائن اجتماعي مش بقول إنسان كائن اجتماعي وين بجد نفسه وذاته وراحته وأنسه ولذلك إذن إذا قيل إنسان فهو من جهة الأنس والألفة والاجتماعي يعني كائن اجتماعي وذقي البشر من جهة خلقه ظاهر وجميل وحسن المنظر تمام بالنسبة للكائنات إيش الأخرى خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء منيحة في أي صورة إنه نفهمها في ناس بعجبهم الشكل طب ما الله ركبك وخلص انتهى أكيد إلى حكمة ليش مش عاجبك في أي صورة ما شاء ركبك هو ركبك كيك أنت مش راضي إنه ركبك طب ما لو ركبك جميل جدا وروحت فيها مع الغانيات والتفاصيل من كثر ما كان بجوز يا ما ناس هلكوا بجوز الآن في النار من هالشغلة هاي بجوز صير يلطم يوم القيامة يقول لو أني كنت أبشع واحد في العالم وعفين عني هالنسوان كان أحسن فإذا أنتو طالما خلقك في أي صورة ما شاء أركبك خلاص إحنا قبلانين قبلانين هو اللي ركبنا هيك خلاص ما هو أصلا جيناتك من أيام قبل وتركيبك وهالمسائل هاي فبالتالي تعترض أنت على تركيب الله لا تركبك لا صالحك ولا انتبه لموضوع إذن إذن هو بشر فهمنا من أي جهة إذن لما يكون لحظوا لما يكون بشر في القرآن معناته من جهة الظهور والحسن والجمال طب والجهة الإنسان معناته من جهة كونه كائن اجتماعي يعنس بعضه ببعض نقيد الوحشة تمام طب وناس ها عسري عسري ها ها هو هو فيه في كلمة إنسان فيه في كلمة إنسان من ضمن معانيها الظهور ولذلك غالبا لاحظ إنس وجن لأنه الجن خفي والإنس ظاهر هو فيه بعض معاني الظهور في قضية أنس ليش لأنه انت بتأنس أصلا تأنسنا للإشي القريب الظاهر إليك وبتعرفه ولما إذا ما عرفتوش وأنكرته بصير فيه وحشة إذا أنكرته بصير فيه وحشة ما هو الأنس منين بيجي الأنس منين بيجي على فكرة الأنس حتى في الأفكار وغيرها والأنس من الناس وينتا بعد ما تعرفهم بعد ما يظهروا لك مليح وتشعر أنه فيه ألفة وتعرفهم ليح ودائما الغريب الناس إيش بيكونوا الغريب الناس بيكونوا بتخوفين منه وإذا بتلاحظوا أول ما تتعرفوا على بعض بتكونوا مش كثير فيه ألفة وينتا بتكتمل الألفة بعد المعرفة وبالتالي من معاني من معاني الأنس فيه معنى الظهور على فكرة من معاني الأنس فيه معنى الظهور ومن هون أكثر القرآن ما يقابل الجن إيش الإنس ما يقابل الجن في الأغلى أغلب مش الجنة الآن مش الجنة الجن الجن يقابلها الأنس طب الجن من جننة فيها معنى الاختفاء والاستتار الجن فيها وهذا سبق فصلنا فيها إذن الجن فيه معنى جننة الاجتنان فيه معنى وبالتالي في هذا العالم فيه زوج في هذا العالم زوج ظاهر ظاهر إلنا اللي هو إحنا وزوج خفي اللي هو الجن بس الجن يراكم بالنسبة إله بيعنس فيكم الجن عفوكوا بيعنس فيكم الجن هو ياراكم تمام فأنتو إنس من جهتين من جهة الإنس والإنس كمان الجن يبدو معني فينا كثير تمام هذا مش موضوعنا الآن فإذا إنس جن إنس جن واضح يا بالنسبة للأخي اللي سأل وضحي الأمر نعم طيب نيجي الآن لنا ناس مش في عندنا بشر وفي عندنا إنسان وفي عندنا ناس إيش الناس الناس اختلفوا فيها أصلها في ناس قالوا إنه ناس من ناس ينوس يعني تحرك والطرب تحرك والطرب لأنه متحرك رايح جايك كذا تحرك والطرب فبسموه بقوله ناس ينوس تمام من الحركة والاضطراب وفي ناس قالوا لا مش صحيح وإنما هي أصلها وناس ومن كثر استخدامها طارت الهمزة الأولى فصارت ناس كمان مرة هي أصلها أو ناس والناس بيستثقلوا الهمزة بها الطريقة لحظة أو ناس أو ناس ولما الناس بذكروا كثير بيخففوا مرات بيحذفوا بعض فصارت ناس فإذا بعضهم قال لا هي نفسها الإنسان نفس يعني أناس شو صارت ناس أو من الناس اللي هي الحركة والاضطراب هذا بالنسبة كيف وأناسية كثيرة نعم في القرآن وأناسية كثيرة بس ديروا بالكم أنا سبق عشرة إذا بتذكروا زمان إنه برضو يمكن تسمية الجن ناس لكن بترد عليها الآية عند بعض أهل اللغة لأنه في حديث بقول ناس من الجن في حديث بقول ناس من الجن ناس من الجن معناة الجن فيه نوع من الأنس ممكن بس لبعضهم أكتر وبإنسونا يعني بإنسوا بعضهم وبإنسونا بس إحنا من أنس بس الأنس تمام آه فهونا إذا ورد حديث ناس من الجن فممكن يكون ناسة ينوسوا على اعتبار الجن أكثر اطلاب وحركة إذا ناس من الجن وارد حديث تعبير هذا ناس من الجن بس الغريب يمكن يتعارض هذا أو يبدو متعارض مع قول من الجنة والناس بس ممكن بعض الناس يجي يقول لك من الجنة والناس يعني خصص ثم أمم كمان مرة ممكن مش متعارض هذا من الجنة من الجنة والناس والناس بشكل عام تمام طيب إذن فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها إذن تمثل لها مش هو تمثل تمثل لها إذن في منظرها هي بشرا سوية إذن سوي إيش هو التام التام تام الخلقة فتمثل لها بشرا سوية قالت طبعا تفاجأت وتصوروا إذا كان الشيء اللي من اقترحه صحيح أو بعض المفسرين إنه كانت في حالة اغتسال من الحيضة في بداية التبييض واللي بينا فيما بعد كيف قضية المسيح اللي في البوايضة ممكن يكون حصل وبالتالي هو ممسوح مسيح وبالتالي ابن مريم طبعا بتترتعب ارتعاب شديد إذا كانت في حالة بتتخذ من أهل حجاب هي أحجاب مشان أهلا ما يشوفوش يجي الغرب ورجل وتام الخلقة هيك شايفته فتمثل لها بشرا سوية لما تكون امرأة طاهرة شي طبيعي آه لا قالت إني أعوذ بالرحمن بالرحمن منك طبعا استعاذت بالرحمن لأنه هون موقف إيش بده إيش رحمة إنه رحمة الله تتنزع عليها بشيك فذكرت صفة صفة الرحمن هي بدها بدها الله سبحانه وتعالى يرحمها في الموقف من شخص يبدو إنه بده يعتدي عليها وهي في حالة مثل ما وصفنا أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي وإن على فكرة مش زي إذا إن في اللغة مش زي إذا إن للتقليل وإذا مش للتقليل كمان واضح لحظة فبشكل عام وإنتم تدرسوا القرآن إذا قال إذا بتكون أكثر من إن كمان مرة إذا قال إذا بتكون أكثر من إن وإذا قال إن معناته أقل من إذا مثلا إن مرأة خافت من من بعليها إن مرأة إن خفتم أي وتقليل لأن الأصل لا إن مرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا هذا الأكثر أو الأقل نشوزه الإعراض الأقل فإذا دقيقه في القرآن دائما في قضية إن وإذا وإذا احتمالية حصولها أكبر إذا بشيء من إن إن للتقليل آية شيخ باسم هات الآية حافظوا على الصرات والصرات المسطة وكوموا لله وكوموا لله حافظوا على الصرات والصرات المسطة وكوموا لله قانتين فإن خفتم فرجانا لا فإن خفتم الخوف نادر بحصل فإذا أمنتم لأن الأصل الأمن إن خفتم بعدين إذا أمنتم خلاص مش الحال إذن هذه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدد لاحظوا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لأنه هذه الحالة الأقل أنه الأكثر الطلاق بشكل عام أكثر من طلاق قبل المسيذ مش هيك الطلاق بشكل عام أكثر من الطلاق يعني الآن في عالم الطلاق إذا طلقتم النساء بعدين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لأنه هذا جزئية من جزئيات حالات الطلاق اللي هي من قبل أن تمسوهن جزئية من جزئيات هذا دير بابكم بيساعد كثير في التفسير الرحمن ليش يا شيخ باسم الرحمن يجمع صفتين الرحمة والشدة وشدة من الرحمن الرحمن شديد تحترف الرحمن على العلم الرحيم فهي دابة موت اتحاية لصفتين رحمه يرحمه وبرحمه وطنده جدي من الله حتى يتمين ماشي ومنذكركم لما تحدثنا في قضية الرحمن علم القرآن برضو من الفرق بين رحيم ورحمن فعيل وفعلان فعيل فيها ثبات وفعلان فيها امتلاء كيف عتشان مثلا وفرحان عتشان وفرحان اذا دائما فعلان فيها معنى ايش الامتلاء فالرحمن من يمتلئه رحمة رحمة كاملة والرحيم صفة ثبوت في الشيء لذاك يمكن يوصف فيها البشر يمكن يوصف فيها البشر بانه رحيم بس ما يوصف البشر بانه رحمان ولذلك اذا بتلاحظوا هي الصفة الصفة اللي تيجي بعد الله كعسم بعد الله في ناس بيأخذونا انهم نقول الله الله كعسم شو بيجي بعده الاسم الثاني اعفك لذاك تجدوا الصورة ايش الرحمن اعطوني الصفة الثانية هيك بدت الرحمن علم القرآن والصورة شو اسمها الرحمن فهذا الاسم الثاني افك بالضبط بعد الله الله شو بيجي الاسم من اسماء الله الابرز الرحمن الله الرحمن الرحمن فعلان فيها ايش امتلاء امتلاء تمام رحيم فعيل فيها ثبات ثبات طيب يمكن ان نصف البشر رحيم لكن لا يصف الا الله الممتلئ رحمة بس الله سبحانه وتعالى طبعا والعلماء لهم في المسألة تفريقات في موضوع رحمن ورحيم احنا على فكرة لما للأسف لما اعطينا درس الرحمن علم القرآن اعطينا درسين في واحد منه انشطب ما نزلش والجزء الثاني هو اللي نزل وكنا مفصلين في موضوع الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن لانه في في تقريبا عشر اتنشر درس اكثر من هيك شوية صغيرة وجدنا الاصوات فيها مش تمام وما نزلتش يعني ما عدتش بس انت حضرتوا بعضكم طيب فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا شوف هاي هاي دير بارك فيها استفزاز ايه ان كنت تقيا فيها استفزاز هذا اذا عندك هاا وشون هون نوع من استفزاز اذا في عنده شوية تقوى شوية شوية كافية كافية شوية هاي تمنعه من انه يعتادي اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا او بمعنى اخر اعوذ بالله منك اذا بتعرف الله اذا بتعرف الله بس ساهوان مش اذا ان اذا اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا اذا في عندك تقوى اسأل اه ان كان فيك تقوى انا بستعيذ بالرحمن اذا بتعرف الرحمن شوية كيف لما يقولوا اسألك بالله اذا بتعرف الله يقولوها او بيقولوها شو الناس اسألك بالله اذا بتعرف الله ها لا لا هي هاي نوع من ايش استفزاز عنده والتقوى التقوى تذكيره بالتقوى اللي تقتضي انه هو ما يكونش من اهل العدوان قال قال انما انا رسول ربك رسول وهو دير بالكم الروح يا اما جبريل او هذا المخلوق الروح او انه المخلوق الروح اللي كامل الروح هو جبريل واش خصائص هذه القوة اللي بتكون مخلوقها روح عالم الادراك وعالم القوة وعالم ها علمه شديد القوة الى اخره انتوا لاحظوا عندكم لاحظوا لاحظوا عندكم انت انت في دخلك يبدو في طاقة هائلة تصوروا لو ايدي انا مثلا بقوة ايد الجرافة بحتجش انا لقوة داخلية الداخلية موجودة دايما اللي بقصر فيكم هو جسدكم بس انتوا في داخلكم قوة دافعة مش زي ما مش زي الاشياء اللي احنا بنخترعها اليوم قدش فيها كهرباء وقدش فيها دفع حتى يكون قدرة لا احنا القدرة هائلة في داخلنا بس المهم اللي بيعجز عيش هذا ولذاك الولد الصغير بتجي برفع هو لو كبر شوية برفعها الاشكالية وين تكمن هون اذاك تدرب رياضة انت تدرب رياضة بتجي تحالك تصير اكبر طب تغيرت انت في عالم الروح لا انت متغير في عالم الجسد الجسد مش قادر يتفعل مع الروح ولا هو يبدو قوة هائلة قوة هائلة هاي بس ايش انت كل ما سعدت في قدرتك الجسدية خذ منها نعطي الدفع بس احنا اليوم الاجهزة اللي احنا بنخترعها لا قداش جايها طاقة قداش جايها طاقة اما انت طاقة موجودة طاقة موجودة بس ايش جسد قال انما انا رسول ربك لياهابا لك وقلنا في قراءة ايش لياهابا لك غلاما زكية وسبق قلنا شو غلام ايش طب زكي الان سبق قلنا ايش غلام غلاما زكية شو هو الزكي الزكي لاحظه يعني بمعنى اخر خالص من اي شوائب تشوب اي شوائب ممكن تشوب النفس النفس البشرية اي شوائب لما يكون مخلص منها لانه تزكية فيها ايش تزكية فيها ايش تخليص تخليص من ايش من شوائب ونقائص فالنفس الزكية مارها معناته المخلصة من اي شوائب ونواقص فبالتالي هو بيكون انسان كامل كامل لياهابا كلاكي غلاما زكية طبعا زكي الزكاء فيه معنى النماء وفيه 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 بس هون اذا ايش هو الزكاء في عدداته كيف بدنا نزكي النفس ايش تزكية النفس اذا بتلاحظوا تزكية النفس تدريبها من اجل تخليصها من شوائب ومن النواقص ومن الخلل في الاخلاق او 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 مش بنسميها تزكية اذا التزكية فيها تخليص دي لبالكم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم طيب شو تعمل كمان تزكيهم بتقيم عنهم مثلا عندك الشح الشح هذا شائبة من الشوائب اللي بتشوف النفس الشح والبخل طب طبعا ما عم فيه فرق بين شح وبخل الشح والبخل لما الزكاة شو بتعمل من ضمن مثلا هاي تزكية هاي واحد فيك طبعا تفاصيل ممكن داخل المال المال دخله مثلا غش ولا كذا يعني بعض الحرام وهم مش داري او داري شو بعمل بخلص المال لاحظوها اذا التزكية شو هي تخليص تخليص من الشوائب معناته الزكية شو صارت خالصة خالصة تمام من كل شائبة نكمل ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم اشتركوا في القناة